جديد بدأت القوات الأمنية بمشاركة أبناء العشائر عملية عسكرية ضد تنظيم داعش في أطراف مدينة الفلوجة شرق محافظة الأنبار وأفاد مراسل قناة الفلوجة في المحافظة إن العملية بدأت صباح اليوم من الجهة الشرقية للمدينة في منطقة البودعيج ومركز السلام مؤكدة أن القوات الأمنية أحرزت تقدما في تلك البناطق ينضم إلينا عبر الهاتف السيد شاكر العيساوي وهو رئيس المجلس المحلي لعملية الفلوجة أهلا بك أستاذ شاكر ميدانيا كيف هي الأجواء هناك في الفلوجة مع بدأ عملية استعادتها من تنظيم داعش نعم شكرا لك سيدة العزيزة اليوم بدأت عملية عسكرية وعصية باتجاه تحرير مناطق الحصائية وتحديد المنطقة البودعية باتجاه تقاطع السلام المحاذي لقضاء الفلوجة بدأت العامرية بمشاركة القوات العسكرية المنتمثلة بقيادة الفرقة الثامنة وكذلك أفواج الطوارئ وشوطة المحلية من عامرية الفلوجة ولواء عامرية الصمود من أبناء عامرية الفلوجة جميعهم شاركوا في هذه المعركة الآن لازالت المعركة لحد الآن قائمة تم تحرير منطقة البودعية وذلك تم احتلال المطلع على منطقة البعاصي وباتجاه تقاطع السلام أحرز بوابنا الأمنية والعسكرية وابناء العشائر تقدم ماسا في هذه العملية تم قتل عديد من عصابات داعش الرهابي في هذه العملية تم حرق عدة عجلات لهم تحمل محاكيات وكذلك تم ترجير عجلتين مفقخة في منطقة البودعية إذن المعارك إلى حد الآن تسير إلى صالح أو لصالح القوات الأمنية وقوات العشائر نعم لازالت قواتنا الأمنية والعسكرية وابناء العشائر تقدم هناك تقدم كبير وأحرزت انتصارات في هذه المنطقة تم وصول محورين إلى الأهداف المرسومة لهم ولان نحن بانتظار المحور الثالث من أجل اكتمال العملية العسكرية بالكامل وتحرير الأهداف المرسومة لهم من قبل القيادة العسكرية شكرا لك سيد شاكر العيساوي رئيس المجلس المحر لعامرية الفلول شكرا لك